عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما عندما كان عبد الله طفل صغير عندما كان عبد الله طفل صغير طفل كما تسكت ماذا تقول له عندما كان عبد الله صغير من يجبه من يجبه من يجبه ماذا تفعله؟ أنت تكون بطل نبيل هو طفل تقول أنت تكبر وتكون بطل ذو أخلاق نعم لذا كانت تقصد كما تقصد عندما تتكلم ستكون مخصص و ستكون مخصص كانت أسماء تقص على عبد الله بن الزبير تقص عليه حتى خرج بفضل الله رجل صلب نعم قوي حتى من السبب من السبب من الصغر تربي على الرجولة بطل نعم من الصغر من الصغر حتى يصبح من صغر لذا كان جيدا من الصغر لذلك أبوه من؟ هو أبوه من؟ هو زبير 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 قاعد زبير قاعد زبير قاعد في المعركة إذا جاءوا يعدوا يعدوا الأفراد يعدوا كم في الجيش واحد ثنين ثلاثة إذا وصل عند الزبير هذا لا يعدوا برجل الزبير وحده جيش ألف ألف رجل نعم فماذا كان يصنع الزبير حتى يربي عبد الله صغر فالقتال في الحرب يأخذ عبد الله معه يضع خلفه يضع خلفه لا هنا أمامه أمامه يعني هو الذي يستقبل السيوف والرماح إذا إذا الأب لابد يعتني بتربية الولد يربي على الرجول على الشجاعة على شجاع على الصدق على الصدق على الإحداث على الأعجاب على الأحلاق على الأحلاق فالأم تربي أيضا المترجم للقناة